السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم طلاب مدارس هبة الله الأساسية كيف حالكم؟ عدنا من جديد طلاب الصف الثاني إلى مادة اللغة العربية هيا معاً لنعود من جديد إلى درس صديق من ورق اليوم سوف نقوم بحل التدريبات من صفحة 37 إلى 39 معاً هيا يا أبطال لننتقل إلى الكتاب ونقوم بالحل معاً سنبدأ بالتدريب الأول أضع حرف الألف مرة وحرف العين مرة في الفراغ ثم ألفذ الكلمات أول كلمة تقرأ 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 أو تقرأ تقرأ القراءة كما نعرفها هي التعرف على المعلومات والقراءة الحروف هذه معنى القراءة عندما نضع حرف العين تصبح تقرأ 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 بمعنى تدق الجرس أو ترن الجرس إذن تقرأ بمعنى ترن الجرس أو تقرأ الجرس سوف ننتقل إلى الكلمات سنضع حرف الألف ألم 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 هي كلمة بمعنى الوجع ألم بمعنى كلمة وجع علم عندما نضع حرف العين العلم هي الراية كما نعرفها الألم هو الوجع والعلم هي الراية انظروا كيف أن هناك فرق في المعنى بين حرف الألف وحرف العين عندما وضعناها إلى تكملة الكلمة الآن سوف نضع حرف الألف تصبح كلمة رأى وهي فعل بمعنى نظرة الآن سنضع حرف العين لتصبح كلمة رعى رعى هي من رعي الغنم تربية الغنم رعى التربية مثل عندما نقول رعى الأغنام وهي لتربية الأغنام والاهتمام بها السؤال الثاني ألفظ الكلمات منتبها إلى نطق الحروف المكررة أول كلمة هي كلمة اختارت اختارت طبعاً كلمة اختارت هي فعل ماضاً اختار فعل ماضاً متصلة بتاء التأنيذ الساكنة سأقرأ الكلمة الثانية الحرف المكرر هو حرف الصاد القصص طبعاً هي اسم جمع تكسير مفردها قصة هي اسم لجمع تكسير مفردها قصة صديقي صديقي الحرف المكرر لدينا هو الياء والياء هنا هي حرف مد صديقي في الحالتين هي حرف مد السؤال الثالث أقرأ الجملة قراءة معبرة كم أحبك حين تروي لي قصص الحق والخير إذن الجملة كمان مرة كم أحبك حين تروي لي قصص الحق والخير إذن قرأنا هذه الجملة بقراءة معبرة تختلف من شخص إلى آخر في التعبير السؤال الرابع ألون الكلمة في السطر الأول وما يقاربها في المعنى في سطر الثاني باللون نفسه ثم ألفظ ثم ألفظه طبعا لدينا كلمات كل كلمة لها معنى سوف أقوم بوضع خط أوصل بين الكلمة ومعنىها أما أنت عزيز الطالب فسوف تقوم بتلوين كل كلمة مع معناها بنفس اللون أول كلمة هي كلمة المطالعة معناها القراءة المطالعة معناها القراءة يتحدث يتكلم معنى يتحدث يتكلم الكلمة الثالثة تروي تروي هنا جاءت بالنص بمعنى تحكي تروي تحكي أما الكلمة الأخيرة المخلص المخلص وهي بمعنى الوفي الوفي هو الشخص الذي لا يكذب إذن الكلمات المطالعة معناها القراءة يتحدث يتكلم تروي تحكي المخلص الوفي ننتقل إلى الصفحة الثانية السؤال الخامس أصل بين الكلمة وضدها في المعنى أي الكلمة وعكسها لدينا متعاكسات أو أضاد كثيرة في هذا الدرس من ضمنها كلمة العالية 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 وعكسها المنخفضة العالية المنخفضة الكلمة الثانية الخير الخير وعكسها الشر إذن عكس الخير الشر لدينا كلمة الواسع الواسع عكسها الضيق الواسع الضيق لدينا بقية كلمة الصغيرة هي بعكس كلمة الكبيرة أنا قد قمت بإضافة كلمة الكبيرة لأنها بعكس كلمة الصغيرة السؤال السادس أحلل الكلمات إلى مقاطع في البداية كلمة ليلى كلمة الثانية صديقي كلمة الثالثة الكتاب سأقوم بتحليل الآن كلمة صديقي كلمة الكتاب الآن السؤال السابع أركب من المقاطع كلمات وأكتبها هيا يا بطل لنكون من المقاطع كلمات دعينا المقطع كتاب ثم كفاح أول كلمة هي كتاب 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 سنكمل التركيب لدينا المقطع غابات غازات أول كلمة هي غابات غابات والكلمة الثانية غازات غابات وغازات السؤال الثامن أعيد ترتيب الكلمات لأكون منها جملتين مفيدتين في البداية سوف نكون جملة جملة فعلية تبدأ بفعل هي الجملة قرأت سلمة قصة في المكتبة قرأت هنا هي فعل ماضي فبدأت هذه الجملة بفعل إذن هي جملة فعلية إذن أنا رتبت الكلمات إلى جملة مفيدة بدأت بفعل وهي قرأت سلمة قصة في المكتبة الآن سوف أقوم بترتيبها لتبدأ بإسم لتصبح جملة إسمية سلمة قرأت في المكتبة قصة سلمة قرأت في المكتبة قصة إذن هنا جملة إسمية لأنها بدأت بإسم السؤال التاسع أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة ثم أقرأ لدينا هنا يا ثاني أسماء وهي أنت أنتما أنت أنتم أنتن نقوم بتسمية هذه الأسماء بضمائر المخاطب كما نرى أمامنا تسمى ضمائر المخاطب وهي أسماء تدل على أشخاص موجودين أمامنا نستخدم كلمة أنت لتدل على الولد أو المذكر وأنت لتدل على المؤنث أنت للمفرد المذكر وأنت للمفرد المؤنث ننتقل إلى أنتما أنتما كما نرى في الصورة أنها تتحدث عن الذكور والإناث الإثنين إذن أنتما تتحدث عن شخصان ذكور أم إناث أما كلمة أنتم أنتم فهي ضمير يدل على الجمع المذكر ضمير يدل على الجمع المذكر أنتن فهي تخص البنات الأمورات فهي للجمع المؤنث للجمع المؤنث نقول أنتن إذن ضمائر المخاطب هي أسماء تدل على أشخاص موجودة أمامنا موجودة أثناء الكلام وجه له الكلام أقول له أنت أو أنت أو أنتما أو أنتم أو أنتن نبدأ بالجملة الأولى صديقان مخلصان نتحدث عن صديقان مخلصان أي إثنان مذكران أو مؤنثان صديقان هنا هي مذكران إثنان إذن سنستخدم الضمير أنتما أنتما صديقان مخلصان لأن نتحدث عن اثنين مثنى الجملة الثانية صديقة مخلصة صديقة إذن أنا أتحدث عن مفرد مؤنث مفرد مؤنث سأستخدم أستخدم لها أنت أقول لها أنت صديقة مخلصة الجملة الرابعة صديق مخلص صديق مخلص تتحدث عن مذكر مفرد مفرد مذكر أي مذكر واحد مفرد سوف أستخدم أنت سأقول له أنت صديق مخلص أما الجملة الأخيرة أصدقاء مخلصون فهي تتحدث عن مجموعة أو جمع للمذكر مجموعة ذكور مجموعة ذكور أصدقاء إذن هي مجموعة ذكور مجموعة الذكور نستخدم الضمير أنتم أنتم أصدقاء مخلصون أنتم أصدقاء مخلصون إذن يا ثاني ها ها هي ضمائر المخاطب نبذة بسيطة عنها أنت للمفرد المذكر أنت للمفرد المؤنث أنتما للمثنى الذكور والإناث الإثنين يعني أنتم للجمع المذكر أنتن للجمع المؤنث بهذا نكون يا ثاني أكملنا نصف التدريبات أتمنى أن تكونوا قد استفدتم أرجو نقلها على الكتاب إلى اللقاء يا ثاني في الحصة القادمة ترجمة نانسي قنقر